طيب صباح الخير مساء الخير عليكم جميعا الفيديو ده ده تكملة للفيديو القديم بتاعي اللي هو مرش باي امازون كانت تحصل على قبول من مرش باي امازون في اقل من يومين في الفيديو ده انا اتكلمت على ازاي تعمل موقع عال WIIX مجاني وانت بتعمل الفورم الطلب بتاع مرش باي امازون بس ما شرحتش ازاي الواحد يعمله مجاني فانا حبدأ من فرم سكراتش حبدأ من اول خالص من اول محط ما كتب اسم الموقع so wix.com بلغات ما نعمل موقع ايش اهو ده موقع الويكس اللي انت ممكن تعمل عليه موقع ممكن تعمل عليه موقع ببلاش create the website you want حتي يجي هنا تضط على get started هيتطلب منك login لو عندك يميل لو انت عندك حساب معهم مع الWIX او لو ما عندكش هتعمل sign up اه انا حعمل sign up حبدأ من جديد خالص انا عملت ايميل مخصوص اه لل للفيديو ده هتكتب ايميل لك مرة اتين زي ما بيطلب منك هيتكتب الكلمة السر و هتعيده تاني و هتعمل sign up هتكتب كتب ايميل لك طبعا زي ما انت عايز اه نحاول اه نحاول كويس خلينا بوص كده عن ايميل بعتولي ايميل او ايديو ولا حاجة بعتولي ايوه ألولي اه نحاولي اه نحاولي اه نحاولي اه نحاولي اه اه اوكي بيتكلم بس عالموقع بتاعه الموقع ويكس والفيتشورز المميزات بتاع الموقع ده يعني مين لي تسويق يعني بس خلينا نلقع تاني ايه ليه ويكس دات كوم اعزك تجاوب على شوية اسئلة عشان نساعدك يكون الموقع ده يكون الموقع ده احسن بكتير او بالطريقة اللي انت عايزها let's do it خلينا عملها I want to create a site for انا عايز اعمل موقع لنفسي ولا العميل هتقول myself عشان انت عايز تعمل حاجة نفسك it should be site اه business site حاجة online حتبيع حاجة اغاني انت مصمم blog منتده تعريبا blog بل عربي beauty and wellness cv عايز تعمل رزمي عايز تعمل سيرة زيتية بتاعتك online accommodation restaurant and food اكل ومطاعم photography بتعمل تصوير حاجات تانية او designer طبعا انت حتروح والدزاين انت مصمم طبعا يعني and I have build size professional هلا انت عملت مواقع بل كده بطريقة احترافية عملت قبل كده مواقع لنفسي قبل كده عملت شوية مواقع قبل كده ما عملتش قبل كده مواقع فهتقول never done this before anyway خلينا شوف انا ADI create a website for you هل انت عايز ال ADI مش عارف stands for ADI بصراحة يعني او اي فان fancy words يوارليك بقى الحاجات بقى الموقع جامد وحنا بنعم بتستخدم حاجات جامدة فطبعا انت لما تشوف ADI زي API زي CIA لم تسمع الحاجات يتحس اي ده واو دي شكلها fancy words fancy terms خلينا نشوف اي دي معناها اي دي marketing بردو تسويق answer a few questions and get a website designed for you in minutes with custom text and images طيب هنا بيقول لك هل انت عايز هنجواب على شوية اسئلة وهنخلي نعمل لك نصمم لك موقع في غضون دقائية موقع اللهم هنعملوها لك بالWix ADI بتاعهم ده start now Wix ADI what do you want to create a website for هل انت عايز تخدمه في ايه فهتقول تي شيرت ديزاين هنجوا هكذا ماشي custom t-shirt shop let's say e-commerce t-shirt store خلينا نحط t-shirt store t-shirt store انت مش محتاج store بس anyway خلينا نشوف describe does your website need any of the following features هل الموقع بتاعك محتاج اي من المميزات التانية sell online عايز تبيع عن طريق النت take booking appointments عايز تاخد اه عايز تحجز وتعمل مواعيد عن طريق الموقع ده عايز تجيب تجيب subscribers اعز تجيب مشتركين او تعمل مدونة خلينا نقول تجيب subscribers what's the name of your website or business mershees طبعا جاي من mershees جاي من mershees by amazon what's your business located you can skip بيقول لك هاي اسمي فين موقع البزنس بتاعك address is not relevant for you you can skip لو انت مش شايف لدم الحاجة انت مش مطلوب منك دلواتي ممكن انت ما تملهش وتكمل على اللي بعدها you can skip طيب ماشي mershees name add logo لو عندك صورة تحط هنا اللوغو بتاعتك ده ال contact email بتاعك mershees.amazon72018 gmail لو انت عندك social media عندك تواصل اجتمائي عندك facebook عندك pinterest عندك عندك instagram بتحطو ال address لو انت عندك address عايز تحطو مش عايز تحطو وعايز تحط اي رقم خلين نحط 1 1 1 1 1 1 1 1 1 and then دل الرقم التلفون ال address ممكن نقول 1 2 3 4 mersh هو وبعدكده هنقول مجفو لطبع امازون في seato في ولاية واشنطن وبكارة نحط أي زب كود 3, 2, 1, 4 مش عارف هل ده زب كود صح للولاية دي والمدينة دي حتول next I am on it شغلين عليها hello I am ADI طيب هيا دي ADI معناه Artificial Design Intelligence يا سلام يا سلام I was developed to guide you in creating a stunning website طيب ماشي جميل I can create billions of combinations of text images and more now that I have learned who you are I'll use the information to design a website that is the nucleus كل دا احرقات تسويل ماشي ماشي اخطر بألستيل انت عايزو عايز شكل دا عايز كده عايز كده عايز كده عايز باونس عايز سوهو خلينة في الهوريزن الحلو اللون دا ولا دا باونس ولا سوهو خلينا في السوهو now I'm going to create رويت حيعمل صفحة الموقع اللي هو الهوم بيج صفحة رئيسية has gathered يعني احو كلام برضو تسوي anyway create my website تضح create my website تصمم الموقع بتاعي arranging your header and footer adding a welcome section احو بيعمل لك الموقع adding about section adding open hour section يعني عدد ساعات العمل بتاعتك هو بص الحاجات دي كلها انت ممكن تشيلها بعد كده يعني هو بيحط subscribing section adding the finishing touches optimizing mobile site طبعا عشان الموقع بتاعك لازم يكون اتنين لازم يكون يشتغل على ال desktop على الكمبيوتر العادي او ال laptop او يشتغل كمان على الموبايلات okay جميل here it is the first version of your website keep going I'll show you how to create the rest ممكن نتضغط هنا هيولك ازاي ايه الحاجات دي كلها هيولك what is next site essential preview your site حاجات الموقع الحاجات الهمية preview لما بتصلح الحاجات بتاعتك تيجي تضغط على preview هيولريك choose your website exactly as the visitors will see it يعني انت لما تضغط على preview الناس هيجوا طريقا انت هتشوف فيها بعد ما تصلحوا بعد ما تحسنوا وتكبروا وتعدلوا هتيجي هتضغط على preview هتشوف الناس ازاي بتبص الناس اللهم من برا ازاي كده وزاي حد تاني مش انت طبعا انت عشان انت تصاحب الموقع لما يجي حيبص ازاي عالموقع هيكون شكله عامل ازاي فابتضغط على preview هنا هيوريك الموقع ده عامل ازاي loading the future welcome يعني شكله هيكون كده دلوقتي a pleasant shopping experience now you're done click below when you're done click below اوكي هنا ده زي ما انت شايف ده شكل الديستوب ودا هيكون شكل موبايل لو كان بتتصفحوا بتتصفحوا على الموبايل الموقع ده هو عمتا بطيء شوية بس anyway اهو كده جايب لك شكل الموبايل prototype وايه ودا شكل البتاع بتاعك او story opening hours والله شكله هال دلوقتي ده لا واحد من برا شايفه حيكون شوفه حيشوفه بالطريقة دي والله شكله حالو anyway هتعمل هت exit المكلام ده click below when you're done دلوقتي بقى ايه هتبدأ بقى تصلح الموقع اللي انت عايزه publish your site طبعا ده بعد ما بتخلص اه change site design change website design colors ممكن تغير موقع على شكل التصميم الموقع ممكن تغيره من هنا website colors الالوان ممكن تغيره من هنا font الخط نفسه ممكن تغيره من هنا website animation لو فيه مثلا video فيه pictures فيه حاجات عايز تغيره اصور فيديو ممكن تغيره من هنا let's خلينا نقفل دي دلوقتي طيب انت عايز تغير ازاي تيجيت هنا على edit تغير من هنا و هتبدأ ايه تغير اللي انت عايزه هنا مكتوب التايتل لهو welcome to merches لو انت عايز تغير ده مثلا يعني SDFF مش بلا 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 عايز ت لو عايز تحط لينك لو انت مثلا عايز تربط دي بلينك بصفحة تانية بweb address ب document anyway انا مش هنا عشان اعمل الكلام ده انا بس بس بوريكم ازاي تعمل موقع هنا تكتب بقى pleasant عايز تكتب اللي انت عايز تكتبه A Pleasant Sub Experience طبعا عشان هنا مفيش تايتل تشيل مفيش تايتل بس هنرجع تاني مثلا نقول هنا title merch merches merches to amazon مثلا يعني subtitle pleasant a unique merch merch merches design anyway punctuate merch design description is عايز تكتب عايز تكتب كده شوية حاجات ايدا بيعمل A for one experience top martial founded يعني بتزود حاجات عايز تغير الصورة تيجي هنا edit and replace الصورة دي مش عقبك هتعمل replace هنا بيدوك شوية صور من هنا لو انت عايزها لو انت مش عايز هتعمل upload ال image هتشوف هتجبها من الكمبيوتر بتاعك طب يفرد انت طيب انت هنا ممكن تشترك في فيسبوك او انستغرام طبعا انت عندك حساب فيهم لو انت عايز تجيب الصورة على طول من من الموقع التواصل الاجتماع بتاعك فبتخش على الفيسبوك بتاعك بالاكاونت بتاعك بحسابك وبتخشه وبتعمل بتجيب الصورة على طول حتى انستغرام او استكلام dropbox flickr google drive google photos free from wix هنا wix الموقع دا عندهم صور كتيرة ممكن تجيب من عندهم all categories وطبعا كل ما بتنزل كل ما بتحمل اكتر فطبعا لو انت شفت صورة هنا حلوة عايز تحطها حطها وليلا ايه الصورة دي يعني حاجة بقى crafted بقى ومعمولة مخصوصة عشانك بقى واخد بالك ازاي يعني طيب هو دا الموقع اللي هم عملوه لك انت بقى تبدأ تغير فيه زي ما انت عايز اه تشيل تغير الدزاين نفسه لو مش عاكبك تعمل edit للكونتينت اللي موجودة تغير الحاجات اللي جوه هنا مش عارف anyway yeah ف welcome مش عارف الصور بتاعتك عايز تحطها هنا عايز تغير الصور التمبلت النموذج دا عايز تحط نموذج تاني حتغير على edit content حتغير المكتوب هنا عايز تغير اللي هنا حتغير على edit content بتاخد وقت حتاد item نتسين انت يقول add item فحتاملك هنا حتاد item حتاد item ثم تانية لو عايز حتغير مش عايز المكتوب دا مسلا نعيز تيجي هنا على off shoulder tops عايز تغير حاجة في off shoulder في الصورة دي نفسه في في ال content دا نفسه في الحتة دي كلها في الفرام دا كله آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ و it's not needed مش بحتاجينها انت في في الصور الصور is more than enough انت بس عايز حاجة كده عارف appeal reader عارف يعني تخليهم كده ادا وواو صورة صورة بس الكلام دا مش مش مهم يعني product name برضو product is اسم المنتج مش مهم شوف كده شوف هنا شكلها عامل ازاي من غير product من غير اي حاجة الميديا عايز edit and replace الميديا زي ما قلنا قبل كده ماشي اوكي هديجي هنا عايز بتغير ال الكلام اللي هنا بتضغط برضو على edit الصورة بتغيرها description هنا شايف الصح دي معناها اللي فيه title فيه فيه title فيه subtitle لو انت مش عايزها بس بتضغط على شايف دي لو ضغطت على الصحة هنا هتلاقي دراح شو ما بقاش موجود تضغط عليه تاني يبان هنا description ده بتمسح كل ده الباكهة تكتب اللي انت عايزه الباكهة بتغير بقى بتحط underline it عايز تحط مسلا واحد دين تلاتة ارباع مسلا يعني هاي بتستخدم دي واحد اتنين خلاص مش عايز دي مش عايز ارخام تاني هاي الرقمين دول بس تضغط عليها تاني هتلاقي numbering راح وكأنك بدأت جديد فقرة جديدة لو عايز مسلا وكأنك بدأت جديد وكأنك بتنزل بقى لو انت شايفها مهمة هتسبها about contact us يعني ممكن تحط خلاص ادرس لو مش عقبك شلها وحط سكشن تاني تعمل تعمل لو مش عقبك الدزاين ده تصميم ده مش عقبك تضغط على دزاين سكشن دزاين كاستمايز دزاين يعني بتشوف ايه اللي عقبك وتحطو تسبسكرايب لو انت عندك مسلا انا عايز تخليه الاميلة جديد لو مش عايزة خالص عايز تمسحها trash في الزبالة على طول المياه في الثراش facebook عايز تزود facebook twitter يعني انت اللي انت عايزوه تغير فيه المهم خلينا في المهمة بقى دروقتي انت خلصت عملت الموقع بتاعك تيجي هنا opening hours هنزلك على طول على opening hours فيه احلى من كده الشغل حلو يعني عايز بقى تن publish شغلت على اشتيارك مجدعك رجع تجوك شغلالك على حددها او حتكنق التواصل مهم انت عايز حاجة بلايش هتيجي هنا وتكتب داعا عشان داعنا الاميل بتاعك أهو اميل اي داعك marsamazon72018.webssites.com و ام تكتب هنا 420 420 كنت بيمت نلعين اسره مجدان هتكتب هنا هنجم المرشيز صح؟ وهتقول publish and continue طبعا انت لازم تحفظ الموقع ده عشان هو ده الموقع ده بتاعك اللي الناس هتخش عليه او merge my amazon merge my amazon staff هيخش عليه و يشوفوا الموقع بتاعك اللي انت عملت و عمل ازاي والدزاين بتاعك عمل ازاي يقول لك مبروك your site is published and live online view site بص على الموقع يشوفوا اهو هو ده الموقع الموجود و انا حسيبه هقطه في ال description بتاع اليه يوتيوب عشان تبصوا عليه هو ده الموقع وهتلاقوا ده نفسه وبالضبط المشغل في اي حاجة هو ده الموقع لو انتو عايزين تبصوا عليه هو ده الموقع ولو حد هدو اي اسئلة واستفساري يرجعلي ان شاء الله هحاول اجاب على اسألتكم بفيديوهات تانية شكرا جزيلا على المتابعة و نشوفكم على خير بفيديو جديد